قراءة في صحف آسيا ونبدأها من الصين حيث كتبت جلوبال تايمز أن وزير الخارجية الصيني أشار خلال مكالمة هاتفية له مع وزير الخارجية الياباني إلى أن الصين تأمل في أن تنظر اليابان بصفاتها دولة مستقلة إلى تنمية الصين بطريقة موضوعية وعقلانية بدلا من تضليلها من قبل بعض البلدان التي تتبنى وجهة نظر متحيزة ضد الصين وفي الهند أفادت صحيفة The Economic Times أن روسيا تعتزم تعزيز إنتاج المعدات العسكرية الروسية في الهند في إطار مبادرته الصنع في الهند وفي ملف آخر كتبت صحيفة هندوستان تايمز أنه يمكن احتواء الزيادة الأخيرة في عدد حالات الإصابة بكوفيد 19 إذا ملتزم المواطنون بالتدابير الوقائية مشيرة إلى أن عودة ارتفاع عدد حالات الإصابة في الهند يرجع بالأساس إلى ظهور المتغير البريطاني الجديد في عدة ولايات وكذا بسبب التجمعات البشرية خلال الانتخابات الإقليمية وحفلات الزفاف وفي إندونيسيا أفدت صحيفة جاكرتا قلوب أن 117 شخصا على الأقل قوحتفهم في حين أجبر الآلاف على إخلاء منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن إعصار سيروجا الذي ضرب ثمانية مناطق في نوسا نيجارا الشرقية أحد أفقر المقاطعات في إندونيسيا